بعد معارك كر وفر استمرت لنحو اسبوعين بسطت قوات الجيش الوطني والمقاومة التهمية سيطرتها على اجزاء واسعة من مركز مديرية التحيطة جنوب الحديدة وقالت مصادر ميدانية في المديرية ان الاشتباكات تجري حاليا في الاطراف الشرقية منها لتمشيطها بينما باشرت الفرق الفنية مسحا ميدانيا لكشف الالغام مصادر عسكرية قالت ان القوات الحكومية قطعت الطريق الرابط بين التحيطة والزبيد وبذلك تطبق الخناق على عناصر الميليشيا المحاصرين في الاحياء الشرقية لمركز المديرية في الاثناء استشهد مدني واصيب اربعة اخرون من افراد اسرته نتيجة سقوط قذيفة اطلقتها ميليشيا الحوثي على منازل المواطنين في مدرية التحيطة تكمن اهمية تحرير التحيطة في كونها الاقرب الى مدينة زبيد باهميتها الديمغرافية وكانت مركزا لانطلاق هاجمات التفافية للميليشيا استهدفت قوات الجيش المقاومة في الشريط الساحلي وبحسب مراقبين فانه من الاهمية بمكان تحرير القرى الغربية كالمدمن والمغرس والسويق لان بقاءها بيد الميليشيا يجعل المدنيين في مركز التحيطة تحت طائلة القصف الحوثي بشكل يذكر بمعاناة اهالي حيس